وعودة إلى النبي الهم حيث أكد رئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربية كما استقبل الرئيس السيسي رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء ديمتروس كوبولوزيس بحضور عدد من المسؤولين من البلدين وفي اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وجه رئيس السيسي بالاستمرار في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربية وذلك بحضور السيد عدد العسومي رئيس البرلمان العربي والسيد تشاف تشارمبرا رئيس برلمان عموم إفريقيا ومن الجانب المصري الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النوهب السيد الرئيس رحب في مستهل الاجتماع برؤساء البرلمانات العربية مؤكدا دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية كما ثمن السيد الرئيس قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي الذي تتعظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم وفي ذلك الإطار أكد السيد الرئيس أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية ومؤكدا أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر بسم الله الرحب بكم أهلا وسهلا وسعيد بوجودكم في بلدكم التاري مصر ودائما يعني بيسعيدني ويشرفني أن أنا ألتقي وأتحدث معكم وأسمع منكم وأكد يمكن في بداية كلامي على أن الدور الكبير قوي اللي بتقوم بالبرلمانات العربية كضمير لشعوبها يعني كل برلمان بيعكز هو ضمير لشعبه وسواء على التشريعات اللي بيطلحها ولا على متابعة السلطة التنفيذية أو حتى من خلال التواجد اللي هان في البرلمان العربي بالشكل دوت للتواصل وتبدل الخبرات ده أمر الحقيقة أكتر من رائع وكل ما هيزيد هذا التواصل وزيد تبدل الخبرات زي ما بقول كده كل ده ما هيكل لمصلحة شعوبنا يعني لكن خلينا رجع تاني مرة تاني وقول لنا أنا سعيد بلقائكم وأكد لكم أن احنا مستعدين دائما لدعم كل الجود اللي بتعملوها وكل المبادرات اللي انتوا بتشتغلوا عليها لأن احنا بنؤمن جدا بدوركم من جانبهم أكد السادة الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية كما ثمنوا جهود مصر بقيادة السيد الرئيس ومواقفها المشرفة والمشهود لها في الدفاع عن الأمن القومي العربي كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد ديمتروس كوبيلوزيس رئيس مجموعة شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من كبار مسؤول الشركة اليونانية اللقاء تناول استعرض فرص التعاون مع الشركة اليونانية لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال الربط الكهربائي بين البلدين تعظيما للاستفادة من البنية الأساسية الحديثة التي أسستها وطورتها مصر في مجال الكهرباء خلال الأعوام القليلة الماضية فضلا عن المقومات الطبيعية التي تتمتع بها من مصادر طاقة الرياح والشمس وقد تم في هذا الإطار التوافق على مواصلة الدراسات الجهرية لبلورة التعاون المشترك مع مجموعة كوبيلوزيس لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان ترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاجتمع شهد عرضا من وزير الكهرباء للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطع الكهرباء لسيما التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 كما استعرض الدكتور محمد شاكر مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية في مجال توليد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية ذات الصلاة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة وتعزيز الجهود في هذا السياق في ضوء القيمة المضافة المتنامية لمشروعات الهايدروجين الأخضر كما وجه سيادته بالاستمرار في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر ترجمة نانسي قنقر